وفي هذا السياق مشاهدين يذهب الكثير من المراقبين إلى أن إيران لا تريد مد يدها في الحرب في غزة لإلا تحترق وحتى تدخلاتها عبر وكلائها محسوبة بدقة خاصة مع التحذيرات الأمريكية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة هناك فقط ضربات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهناك أيضا هجمات من جانب المنشيات العراقية الموالية لإيران تستهدف قواعد أمريكية في العراق ولكن كل الضربات من الجنوب اللبناني ومن العراق محسوبة ومحكومة بدرجة كبيرة جدا الجبهة الثالثة التي ربما تثير قلقا أكبر مؤخرا في اليمن وبالتحديد جماعة الحوث الموالية لإيران والتي تستهدف سفنا أقصى جنوبي البحر الأحمر مهددة الملاحة الدولية يرى المحللون أن الحسابات تختلف على كل جبهة فعلى سبيل المثال هناك في حالة حزب الله وإسرائيل هناك مسافة بعينها لا تتجاوزها أسلحة بالنسبة لأي من الطرفين لعدم توسيع رقعة السرع وهما ما يبدو أن الجانبين ينفذان بدقة وفي العراق الوضع مختلف حيث القوات والمواقع الأمريكية التي تقوم باستهدافها المجموعات المسلحة الموالية لإيران تكون في حراسة أمنية عراقية وبالتالي لا يمكن حدوث اجتباك مباشر بسهولة ما يجعل الأمر مقتصر على مسيرات أو قذائف وأيضا يجعل المعركة خاضعة للحسابات أيضا أما الجبهة اليمنية فإنها الأبعد ولا تجد إسرائيل أو الولايات المتحدة صعوبة في رصد وإسقاط الصواريخ أو المسيرات الحوثية ما جعل الجماعة تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وهو ما أثار المخاوف بشأن تأثير حركة الملاحة في مضيق باب المندب الذي يمثل نقطة مرور لشحنات النفط والغاز إلى أوروبا مرورا بقناة السويس شمالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر